هكذا هو الوضع في البيضاء المحافظة التي لا تكاد تلتقط أنفاسها حتى تعاود الميليشيا قصفها من جديد قصف لا يهدأ وقذائف لا تعلم إلى أين ستكون وجهتها ولا يملك الأهالي في هذا المكان سوى انتظار الموت القادم من فوهات المدافع ذاتها المسن محمد العنقزي ضحية ليست الأولى ولا يبدو أنها الأخيرة تم قنصه أثناء ذهبه إلى منزله بمديرية القريشية فيما لا تزال الميليشيا تشن حملات اعتقال في مكيراس وذناع وفي المقابل أكدت مصادر ميدانية مقتل أربعة من الميليشيا وإصابة آخرين في هجوم صدت المقاومة في مديرية الطفة جاء ذلك بالتزامن مع كمين للمقاومة استهدف تعزيزات للميليشيا في ذات المنطقة ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح آخرين إذن لا يزال أبناء البيضاء يدافعون عن ما تبقى لهم من الأرض التي لم تترك فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع منزلا إلا وأدخلت فيه الحزن جاءت هنا جاءت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر